ضيفنا لحلقة اليوم هو الجندي الخفي اللي أضحك ملايين من المشاهدين وكمان من أوائل اللي أحدثوا قفزة نوعية في المحتوى العربي على يوتيوب ضحكنا معاه في إيشلي وعشنا معاه كواليس برنامج بدر اليوتيوبي ومسلسل تكي ضيفنا هو كاتب منتج ومنفذ وكمان ممثل رحبوا معانا بضيفنا مؤمن أفندي وانت ما أنسنا اليوم مرة ترى وضحكتك وفدوك صراحة من الشهادة تجذب جميع المشاهدين يعني أهل لها جانبين في ناس كثيرين يعرفوني من إيشلي ما توقعوا على هذه الشخصية وراء الكامير فكل أحد قابلنا هو أنت عكس ما يدع أنت قدام إيشلي وعندك طاقة وشكلك أهما وراء الكاميرا حاول أن أكون أهدئ قليلا أركز حلو بس أشوفك تبتسم أكثر الآونة الأخيرة من الزمان هل الثقة في النفس تحسها زائدة أم أنت سترتسعيد أكثر ما سترتسعيد أكثر بس قاعد أحاول أجذب السعادة زمان كان من الأشياء التي أتذكر أنه عندما سوينا القصة خنف إيشلي بدون أي ترتيب قلت كلاما هو أن أرى الناس مبسوطة هذا بالنسبة لي رسالة مرة عميرة أو رسالة كبيرة فالجزء من أن يبسط الناس أن يرونه مبسوطة فلن تستطيع تجسل هذه المشاكل للناس حلو يعجبني التفكير في هذا الموضوع أن أنت سعادة الناس وتعتبر أن تأتي في سعادتك أنت هل هذا معناته أن أنت تقصف حق مؤمن الداخلي أم تعطي مؤمن خلال؟ يعني إلى فترة قريبة كان في تكسير حق مؤمن فهذه من الأشياء التي صراحة تغيرت أو أريد أن تركز فيها و تفكر فيها في فترة الأخيرة الذي هو سعادة الناس مهمة و الجزء لا ينفصل عن حياتك لكن في نفس الوقت سعادتك و رضاك الداخلي مهم أكثر فهذا الذي خلاني وصلت أحاول أن أركز أكثر فكيف أكون أنا مرتاح كيف أكون أنا يعني واعي أماما لمحيطي واعي أماما لنفسي حلو حلو الواعي يعني جزء مؤمن أشاهد سماح بالرحيل كتاب السماح بالرحيل هذا قرأته وهذا غير فيه كثير صح نشاءكم مع الجمهور كذا بلس عشان نأخذ في الكرة هذا هو سماح بالرحيل من أجمع الكتب هذا هو صح هذا الصراحة من الكتب التي عملتها غير جذري بلس عشان نأخذ هذا دائما يجعله عندي حتى لو لم أدران أو شيء خلاص لكن وجود وكذا مريح صحيح يعني هو يفاجئ أنه قديش غير فيها وغير في الناس مرة كثير يعني الكتاب ما أكثر شيء استفدتم من الكتاب ما أعرف هو هل هو شيء بشري عام ولي كان فيه أنا الحالي بس كنت أعلم نفسي كثير كنت كانت أعباء الماضي لا زالت موجودة كمخي أخطأ كثير الأشياء كثيرة في الماضي إلى الآن يعني ليس إلى الآن إلى فترة قريبة كنت دائما أتذكرها وأعاتب نفسي عليها فلما قررت الكتاب أنه انتبهناها في رحلة ستمر بعض الشاحن و ستمر بعض الشاحن و ستمر بعض الشاحن الحلوة ستنبسط فيها و السيئة تستفيد منها حلو لا يمكنك أن ترجع لها و تنكر نفسك لا خلاص شوف ما هي القراصة التي أخذتها من الشيء السيئ الذي أعبد عليك أو القرارات التي لم تراضي عندها حلو الحلوة في الموضوع الذي تفضلته مرة نقطة جميلة أحييك فيها من القلب أن كثير من المشاكل دي عشان تخليها ترحم لازم تواجهها صح و إذا لم واجهتها يا تقعد تحت و الضائقة و لا تعرف لماذا تضايقك أو تعمل شيء الذي يسموه أنك تعمل نفسك و لا تعرف أنه يطلعها بره وعيك لكن تكون لسا تأثر عليك في طريقتين و أكثر الناس يواجهوا فيها مشاكلهم يا أنه يسموه repression أو denial فمرة حلوة أنك قررت تواجه عندما تواجهت تتوجع شوية طبعا المواجهة يمكن أن يكون أصعب شيء في حياتك و الناس غالبا يحاولون يأخذوا الطريقة السهلة الطريقة الصعبة هو الطريقة الصحة في وجهة نظلة ما يسموه ما يسموه short term pain long term pleasure أو التعب في الوقت القصير و المتعة في نهاية الرحلة بعدين طيب يا سيدي الكلام معك حلو إذا نحن عندنا السؤال لحق الحلقة مين مؤمن الذي لا يعرفون الناس؟ مين مؤمن يمكن أن يكون شخص هادئ و حذر لكن في نفس الوقت يحاول يترك بصمة في الحياة. ما يكون يعدي كده بدون ما الناس تفتكروا أو يعني تفتكر له شيء جيد ايه. مؤمن المعرفة الناس انه عنده شوية كوميديا السوداء. حلو. يعني عادة الناس كانت تفتكر اللي هو الأشياء الأساسية اللي كنت تسويها والكوميديا البسيطة. ماني كوميدي بس بحاول يعني في الأساس ما كنت أضحك أبدا. يعني اللي خلاني شوية سر أضحك احتكاكي بالكوميديانس. كان في عندنا كتاب كوميديا رهيبين مثل رطوان مثل مروان عقيل كثيرين يعني. فهذا يعني أنا من النوع اللي شوية أتاتها. فأأخذ من ذلك شوية أخذ من ذلك شوية أخذ طريقة تنكية معينة من أحد. هذا الشيء في البداية كنت خايفة أنه يكون مهو كويس بس. يعني اكتشفت أني بقدر أسوي الخلطة حقتي اللي هو من هنا ومن هنا. يأتي مني. ويطلع شيء مختلف شوية ثاني. حلو. يعني ايه مؤمن. هذا هو مؤمن. ما أكتر شيء يضاحك؟ العشوائية. حسنا. زي مثلا؟ يعني مثلا كنت بحكي نقطة على موضوع. أمو هي ما هي نقطة يا بوقف حقيقي كنت نصور حلقة بشكل. وطولنا مرة في التصوير. وفعليا هذا اليوم سمعنا كل أصوات الحيوانات. سمعنا كلا. سمعنا كل شيء. وكان هناك دبال في الاستوديو. يعني كل المآسف دينا فيها. ففي اللحظة من اللحظات برضو أتذكر صوت كل. وقفنا تصوير بدل فصل. قال جماعة هذا الاستوديو مرة عليه كل شيء. كل الحيوانات اللي فيها مرة. حتى الزرافة جاءت قالت ومشيت. فهينا نحن هذه العشوائية حاجة الزرافة. وأنها ساسر برضو تكلّم. وما لا أصوب. قاعدة نضحك بعدها ساعتين. حلو حلو. طبيعيش أكثر شيء يخوف مؤمن؟ أكثر شيء يخوف مؤمن الفقد. أنه إلى الآن عندي فوقي أني أفقد أحد أو أفقد شيء. مرّت فيه بشكل مرة. لم يكن مباشر. كنت أصدقاء في المجال. كنت أن الله يرحمهم. مرحبا. لم أكن مرة صديقة قريبة منهم. ولكن عندما فقدتهم حسيت بألم مرة كبيرة. فهذا لا زال بالنسبة لي. من إلى الآن ندور كيف الطريقة التي أتعامل فيها لو وصلت إلى هذا الموقف. فهذا أكثر الشيء أخاف منه صراحة. مرحبا. مرحبا. والذي فقدتهم قبل كده. ما أكثر الشعور تمكن منك و لم تستطيع تغلب. ما تحس لماذا تحس بخوف؟ لا أكثر الشعور صراحة كان الندم. لأنه أثنين أمهم واحد يسمون عويض عتيبي كممثل و كده. وأرحموا. ومحمد بن رافع كان في الكوميدي كلوب. الله أرحم. فهذا الأثنين كانوا جدا طيبين من أطلب الناس اللي ممكن تعرفهم في عائلتك. كنت ندمان أني ما كنت بتواصل معهم. فبعد هذا الشيء تغير شويتين. بكيت عليهم وقتها؟ تبكيني؟ تعذر على مشارك بالبكاء؟ صراحة محمد بن رافع بقى عويض طيبة في وقتها. لكن محمد بن رافع أعتقد أني كنت في مرحلة النقران لسنة كاملة. و لم كنت مصدق و لم كنت عارفة عني في النقران. متى اكتشفت؟ عندما نزل الوثائق عنه. وفي الوثائق هناك أعتقد أني أدركت أني ما أشوفه ثاني. فلما شفت الوثائقي انفجرت. حلو. لكن بعدها حاولت أن هذا الندم أبغى ما يتكرر. فصبت الناس حتى لو لم يمر قديمة من بعض يعزوا عليها. حاولت تواصل معهم كل فترة وفترة. فالسلسة على سويت تصائل كذلك. حلو. لأن كله ماشي في الأخيرة. كله ماشي. فالذي تحبه بيين أنك تحبه. بالضبط. حتى طبيعة يعني. يعني بعض الناس. طبيعة تكون موجودة أنه. الشيء الحلو. واحد ما يقول بسرعة. وما يسوي. الشيء البطال على الطول تتعامل معه بسرعة. فحلو أنك أيش. يعني. تصال رسالة. ميسج إيميل. كلام. تصال رسالة. لا تضمان أي شيء. عبر عن مشاكل حلوة عيشها. فهذا الشيء جميل. وهذا يترك ذكرة عند الناس. حلو. طيب يا سيدي. إذا مقدار الرضاء عن النفس ميزان. من واحد لعشرة. كم مؤمن راضي عن نفسه؟ الآن ستة. ستة من عشرة. لمو سبعة، ثمانية، وتسعة؟ يعني شوية حاطت ستاندرز عالية في أشياء معين لازم أفعلها. فإذا الآن ما تحركت بشكل مرة بطيئ. سواء مثلا على التطويري الشخصي أو المهني أو وحتى علاقاتي مع الناس. هذه كلها أشعر أني لا أضفت فيها كثير في الفترة الأخيرة. فأحاول أن أكون قاسي على نفسي عشان أقدر أتقدم بسرعة. يعني هي دائما ستة وتحاول تتمح؟ أو تتحرك مع الوقت؟ نعم تتحرك مع الوقت. في أيام كانت ثمانية. متى كان الثمانية؟ بعد كورونا صراحة في 21 وبداية 22 عملنا مسؤسلين واشتغدنا على برنامجين. فعلى مستوى المهلي كنت مرة حاسس برضا كويس. على مستوى الصحة كنت مثلا منتظم في النادي ومنتظم بأكل صحي. فكانت صحتي مرة كويسة تأكله. إلى الآن كويسة ولكن وقتها كانت أحساك كثير. الآن مثلا نطلع درجة ورجعنا نجعل المرحلة. تطلع؟ أردام واعمر أو ما تستخدم؟ نعم تتحاول حركة بركة؟ نعم. ولكن في زمان كانت اللياقة عالية، لقد أتأكد أنه دائماً ألعب لعودة، كانت أحساك إنه واحد كويسة. الآن لا، طبعاس بسرعة. هل تتكرت أن ترجعها? حاولت أحاول؟ ما أوقفك؟ صراحة ساعة ياما أخيرا جاءت إصابة رجعت الجن بس يعني تعرف أنه رجعت قاسي على نفس شويتين فهو جاءت إصابة من الكتف شوية ورا فاضطرت أوقف عشان بس يعني ريكب لي حال، في الحديث معك ذكرت أنك تبغى تسيب بصمة بس عندك خوف أو حذر هل تحس لو قللت نسبة الحذر داخلك أو الخوف ممكن تسوي بصمة أكبر؟ هل تحس متناسق حذرك مع خوفك؟ أحس متناسق أيضا ماني متطرف في موضوع الحذر الذي لا أفعل شيء نهائيا وماني متهور مرة فهو أحاول دائما أحسابها، أنا حذر إلا ما أقتنع أول ما تقنعني مثلا، دعنا نقول إذا ندجينا من هنا، ستصبح لياقتك جدا عالية أو أولا، أو أولا، أو أولا، إذا نقنع ستدفع على طول فتتحرق بقناعة حل، حل جدا، ما أحلى نصيحة اسمنتها في حياتك؟ نصيحة كان فيه بودكاست أو لقاب ما بينه كان فيه توم هانكس و دينيرو حلو فالاثنين كانوا يتكلمون عن كيف دائماً مفروض تكون هادئ سواء صلك شيء مرة رهيب أو صلك شيء مرة سيء حاول قدر الإمكان أنك تلزم الهدوء توم هانكس كان يقول في النهاية كل شيء سيعدي آآ شبك فسواء كنت مرة وبصول سواء كنت مرة حزين سيعدي فلا تعديك في ذات المكان حلو هذه مرة حلوة أثار جوتي داخل شيء اللي هو لما نمسك في الشيء خاص تبدأ تصير أنت في الماضي يعني تعيش في الماضي الحياة ماشية لكن التماسك في شيء وهذا الشي يروح للماضي ينتهي يموت حتى يتعب يحس فيه ثقل لما يمسك على شغلها حتى لو في مشكلة أنت متواجهها ممكن تحبها على الرف شوية وتخليها في وعيك بس أنك تكمل والتحزين شوية تكمل حتى تفك معك فحلو هذا النصيحة ألزم العدوء ألزم العدوء لأنه لما تتوتر أو تخسر رباط الجعش خلينا نقول ممكن تسوي قراراً كثيراً خاطئة صح سلبي من الناس اللي في البداية لما بدنا نشتغل في متاجر يوتيوب فكان يقولي عم أنت مالك مستقبل مجرد ركوز فروح شوفت لك وظيفة ثابتة هذا كانت النصيحة شوفت لك وظيفة ثابتة في بنك أو أي شيء تكسير مجانيف تكسير يشكك ومعين حتى جزء أنا الآن في MBC Studios وجود هناك خلاني أطلع على كيف تعمل العالمية كيف يفكر وكيف يعملون عندهم سليف وعندهم مشاريع مرة كتير هذه الأشياء تحتاجها لما تستطيع تعرفها لما تصير في وظيفة فترة معينة بعدين ممكن تنتقل لمرحلة الثالية تنفعل بيزنس حقها بناءاً على الخبرات التي تكتسبتها يعني لو أنت لم تكن عملت الشيء الذي بعض الناس تستهزئوا فيه في وقتها أنت لم تكن اليوم أكثر من أجل في MBC ماشاء الله إنها جيدة فكيف تضع تارف ضد الصوت ضد الزعاج ومشي في المجرى حقك ومشي في المجرى حقك ومدام أنت حاسس أن هذا الشيء يعطيك طاقة أنا أشعر هذا من الأشياء لأنه يتبعها لأنه لو أنت تحس بيديك طاقة معينة جميلة أمشي فيها صحيح صح طبعا صح وهذا الذي وصلك لمنصبك أن أنت فيها حين وإبداعاتك وأفلام أنت سويتها والشريعة التي اشتركتها نعم صح طيب جيد طيب نشوفك كثير بحسبة في السوشال نيديا دائما تحرك أشياء كثيرا وراء على قدام أحس طيب شيء ما نعرف عنك أو أنت إذا كنت تعرفه في عمرك أحد تقول لمؤمن الطفل اليوم الشيء يقول لمؤمن الطفل عرفته اليوم اليوم أي خبرتك اليوم ومخاوفك في وقتها ما هي الشيء اللي أنت ممكن كنت تقوله المؤمن في فترة يعني هو أنت صغير فيها تحس أنه كان حيكون شيء وريح لي صراحة كنت أقول له أكمل في اللي أنت تفعله يعني مؤمن صغير كان عنده شوية مخاف وشكوك فإذا أرجع له أقول له هذه كلها ستعطلك شوية كمّل ما أنت تفعله ستتعلم أضعب شيء يعني أقل شيء ممكن أن أسألك أنت ستتعلم غير المكاسبة الأخرى الممكن أن تصل لها طب كيف طفولة مؤمن أثرت في مين هو اليوم والله الطفولة كانت يعني هي لأساس أثرت أشياء كثير يعني مثلا على عشان ما كان عندي كثير يعني ما كان عندي أماكن كثيرة أفرغ فيها ما كنت مرة رهيبة مثلا ما كنت ما كان عندي بلاي ستيشن ما كنت أحبب الفيديو جيمس يعني هذا خلنا نتوجه أني أقرأ حلو فالشيء الأساسي الذي أثرت في طفولتي وأثرت فيها إلى الآن أنه انغمصت في القراءة خلاني أتعلم ويعرف بجارة نظر كثيرة خلاني شوية مدارك أوسع كان من الأشياء صراحة من أكثر الكتب التي أثرت فيها أنا صغيرة كنت أتذكر وقرأته أنا صغير وقرأته على كذا مرحلة وهو كتاب أنا حق عباس العقادي وهو خلاصة حياته مجموعة مقالات كتبها وجمعها واحد فهذا خلاني أفهم كيف أفكر في الحياة كيف المفروض أشوف الناس وكيف المفروض أهتم بأشياء وأهم الأشياء تانية أوكي أيش مثلا واحد شي تعلمت من هذه المجموعة وقتها وعمل لك كشفت كذا في تفكيرك أنا صراحة كنت أقرب للعاطفية من العقلانية فكنت دائما أستنى من الناس من الأصدقاء أشياء كثير سواء يعني عاطفيا سواء يعني اهتمام سواء حتى المستوى المادي فمثلا في فلسفة العقاد في الحياة كان يقول لك هي جملة بسيطة قل غناك في نفسك وقيمتك في عملك وبواعثك أحرى بالعناية من غاياتك لا تنتظر من الناس كثيرا الله سواء فهذا كان تغيير كبير بالنسبة لك سواء جميل ما عليك نقول أخر غناك في نفسك وقيمتك في عملك وبواعثك أحرى بالعناية من غاياتك ولا تنتظر من الناس كثيرا حلو فهذه هذي هذي شكل الكثير من 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 المبادئ خلينا نقول مفاهيمة في الحياة وبحاول أكون يعني كون ليا فلسفة مشابهة نوعا ما حلو فنقدر تقول إنه القراءة عملت لك داركشن أيو 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 والبلاد تستوعبوا أن تتحب القراءة في أشياء لسلف ديولبنت أو تطوير الذات أيو ما كتب قريتها في تطوير الذات كانت برضو غير هذه عملت لك شفت والسماح بالرحيل السماح بالرحيل وهذا و كتاب قوة الآن power of now power of now أوكي إكرامتولي أيو من أجمل الكتب برضو عندي هو مع السماح بالرحيل أيو و كان في شيء كمان ناسي ناسي طيب القوة الآن اللي هو power of now أنا أنا الكتاب دا قريت ويمكن مرات كثيرة أوكي والكتب هذي اللي هي إله أدخل ب هضم المشاعر الموجودة في العقل الباطن اللي هي ما نعرف إنها موجودة بس من ضائق بس من تعرف لش من ضائق وعادة هذه الأشياء تأخذها من صدرك وتشيلها معك تحس نفسك تقيم كل تحررها لنت تتحسن كبنياء هذا النوع من نوع الكتب ما تحس يعني أنا كريتو كثير ليش؟ لأن كل مرة أقرأ أحسه يفتح لي آفاق جديدة أي تشارك نفس الفكرة أيو طبعا هل كريتو أكثر من مرة؟ قوة الآن لا أذكرت الكتاب الذي يسمه آفاق بلا حدود آفاق بلا حدود قديم مرة ممكن نشاركه برضو نشوفه مع الناس أي فهذاك قرأت أكثر من مرة هذاك قرأت من وانا ذكره وانا قرأت وكنت ثالث متوسط أو شيئا كده فهذا الكتاب قرأت أكثر من مرة وفعلا لما هذه الكتب لأنه فيه أشياء أحيانا لما تقرأ اللحظات تكون فيها مرة مركز فتفهم السياق مثلا الحج الصبحة أو أي شيء ولحظات بتعدي أشياء أو بتحقنها بشكل سطحين أو أما إعادة القراءة إعادة القراءة زي إعادة الكتابة بتصقل أكثر المعلومة بتخليك تبدأ تفكر في في اتجاهات مختلفة تفهم نقول دائما على نفس الموضوع تحس أنه عندما يقوم الكتب هذه الإنسان خاف من التغيير وخوف طبيعة الحالية فلما تحس أنه فيه كتاب كلامه قوي أو مكتوب بقلب تلاقي فيه كده نفس شوية اللي هو كده عامل بلوكة أو أنت بتقرأ تخليك تسرح أنك ما تبقى نرجع لموضوع المواجهة عادة الشخص يقول لك حتى لو أنا فيني ويخطيني وفيني هذا خلص خليني بريوبي أحيش يتغير رحيل أي ما يبقى يتعامل مع كمية أو الضوضاع الداخلية طبعا لا إيه عباطول يسوي لك يجي بومك يقول لك لا خليني أنا متاع أبويا أي طبعا وحبك لقراءة هذه الأمور بشكل عام هو دائما عندك كتاب تقرأه أو شي تروح وترجع له شوف يعني الفترة الأخيرة شوية مقصر في موضوع القراءة أحاول أرجع مرة فمثلا لما جاء المعرض الكتاب الرياض رح تشترت مجبوعة من الكتب وقرأت يعني اثنين منهم أنا عندي اهتمام أكثر غير موضوع تطويل ذات الأشياء هذه يعني اهتمام الأشياء العدبية فقرأت مثلا روايات كثيرة حلوة قرأت كنت أقرأ لي شعراء كثيرة مرة كيف؟ متنبي أكيد من الأوائل لدينا بنت كده حلو يرسخ معها كده فاكر أو من أي شاعر تاني أنت تكون؟ نحن هجيك في الأبيض يعني ممكن أيوه في شاعر سلان اسمه إدريس جماع حرم هذا الشاعر كان جدا طيب لدرجة أنه تجنن بعدين أيوه وغير كده كان عبقري فحتى أحمد شوقي قرأ له قصيدة وقال هذا الشاعر يعني يقترم من الشارع الجاهلي مجنون هذا الرجل فعنده قصة كان بدأ يتجنن فأهله قرروا يأخذوه على بريطانيا عشان يتعالج في المستشفى نفسي هناك وفي المطار في القاهرة شاف وحدة حلوة جدا وعيونها جميلة فأطال النظر فيها وهي متزوجة فزوجة أعصى بأنه أنت ليش بالطالع في ذلك فقام أنشاء هذا الأبيض بداية الذي هو أعلى الجمال تغار منه ماذا عليك إذا نطمنا هي نظرة تنسي الوقار وتسعد القلب المعنى دنيايا أنت وفرحتي ومن الفؤال يتمنى أنت السماء بدت لنا واستعصرت بالبعد عننا قصيدة طويلة يعني واو هذا يعني أعلم كيف يقول نوعا ما ارتجالي هذا في لحظتها قال قصيدة فذول من الناس عندهم قصاية كثيرة جميلة محمد الفيتوري نزار قباني نوعات مع بين المدارس كلها أبو فراس الحمداني حلو حلو جدا هذا الشيء جميل أحس أن هوايات الإنسان تسقل شخصيته نوع هوايات حلوة وتفيد تتحسن تعمل على شخصيتك وعلى مجالك الحالي تنورك أكثر منفتح العفاق أكثر طيب يا سيدي معلومة واحدة إذا كنت تعرفها في مجالك المهني أو العملي كانت قطعت عليك شرط كبير ماديا وحتى وقتا تعرفها من أول مثلا معلومة واحدة ماهو ممكن تكون؟ أنه مجالنا لا يوجد الارتجال كثير كل شيء يجب أن يكون فحتى عندما تفعل عمل عندما تبدأ تكتب عمل يجب أن يكون مبني بشكل أكاديمي أو شكل واضح موضوع أنك تكتب ماهو دعني من صح فهذا الشيء لو من أول كنت أعرف أن كل شيء يجب أن تقسم في ذلك يعني مثلا لو كنت أعرف أنه يجب أن تكتب أي شيء وبعدها تنسك بطريقة معينة ويطلع سواء كان عمل أدبي أو حلقة هلوة لكن الحقيقة لا أنه عندك ثلاثة في الأفلام الأكت الأول تعرف الشخصية الأكت الثاني عندك في المسلسلات أيضا عندك القصص أو الحقات كل شيء له تقسيم أي حتى في الروايات كل شيء له تقسيم أي أي فهذا الشيء لو كنت أعرف من أول كان فرق معي يعني يعني كان خلاني أفكر بشكل منطقي أكتر وأطلع بمنتجات أفضل وبشكل سواء في وقت أقصر يعني فيه مثلا مشروع أشتغلت فيه قبل وكيف كان الأوتكم حقه ومشروع حقيقي أشتغلته بعد بهذا السيستم وكان واو شفت الفرق نحن مثلا كان صورنا صورنا جزء من بايلوت أيام الشيلي قلنا خلينا نسوي شيء مختلف فطلعنا بفكرة شو كوميدي سميناه أسرع شو وأسرع أسرع لأن أسرع أسرع لأن أسماع الشخصيات اسمه أحمد والتاني اسمه شليمان أوكي وما كتبنا شيء قررنا أن نذهب ونصور الحلقة الأولى وهو قصة شخصيات أهمية اختراع وبعدها فترة صورنا مسلسل اعترافات فوقتها كنا نعرف أنه كتابة شيء لازم تقعد مع بعض وتنسقوه وتركيبوه وتركيبوه معينة والشخصيات يكون بينهم مشاعر معينة هذا كله كان خلتنا نسوي لأنه أكتشفنا أنه مرة صخيفة ونحن لا نفعل نسوي ذلك فعلم فعلم كيف تقدر تدي نصيحة للناس التي نستفيد منها والله يا جماعة الخير مثلا مجالات مختلفة ما الفكرة أن تجد أحد خبير يساعدك في كتابة أو في قراءة أو في مجال أم أول شيء أول شيء تحتاج للخبير الذي يعطيك الأشياء التي تعلمها خلال السنين أو الأشياء التي تعرفها خلال السنين والشيء الثاني أنك تحاول تلاقي لك أساس تطلع بطريقة معينة أن تأخذ دورة معينة أن تحاول أنك قبل أن تخش تأخذ المعلومات الكافية سواء من خبرة أو من تجربة أو من تعليم تتعلم طيب نبغى طبقة من طبقات مؤمن ما أحد يعرفها من الناس يعني أكثر طبقة ما أحد يعرفها أنه أنا أحب الوحدة أكثر من أي شيء تاني أحب أن أقعد لحالي وأستمتع بحياتي الحالي حتى أسافر لحالي أكثر من أي شيء تاني هذا يمكن أكثر شيء ما أحد يعرف أوكي ويعني دازلت في مرحلة ما أعلم هذا الشيء صح أو غلط ما أعرف لسه بس قاعد أحاول أسوي العكسة حاول أتغلب عليه عشان أجرب كل شيء أجرب أن أقعد حالي وأشوف إيش الفوائد هنا وأجرب أن أكون دائما مرتبط بالعالم وبالناس إيشتي لما تبدل حالك تجيك أفكار حلوة تجيك إبداع إيش الحل أيوة أيوة يعني بصراحة تجي أشياء كده متخلفة تخلفة مبدعة أيوة أيوة تجي أفكر في سكتش معين أو أفكر ليس في سكتش في موقف لو صارت بيني وبين أصحابي مثلاً ولو كان قلت كده أو أفكر لو رح المكان وطلبت شيء معين فأحض نفسي في الحياة حين تكون مهزنة غالب أن تكون مضحكة بالنسبة لي ممكن ما تكون ضحك أي أحد طيب حلوة هناك تسامة يقول لك يجب أن تسامة يجب أن تسامة يجب أن تسامة تسامة يجب أن تسامة يجب أن تكون رخيصة رخيصة لأنها سهلة الطلوع فحلو أن نحاول أن سهل أن الواحد يعصب من شيء صعب جهاد النفس يجب أن تكون صعب يجب أن تحط مع مواقف يقول لك هناك أحد كتب كتاب اسمه The Presence Process دائما أذكرها مرة حلو الكتاب يقول لك أنا رهيب برّ البيت وفظيع برّ البيت ومع أصحابي مرة بس لما أرجع البيت في العيد فترة العيد مثلاً وأول مع الأهلي الثلاث أربع يام لتغذى كل يوم كل من العيلة وقتها يصير تحدي النفس يباني الديناميكس بين الأسرة يباني الديناميكس بينك وبينها فكيف تمسك نفسك أنك ما تضبط ما تحس في مشاعر هذا وإذا حسيتها كيف تتعادل معها فدائما دائما كل شيء شكله رهيب وفظيع لما تكون بعيد دول تتحط مع الأخوات مع هذا تطلع مشاعر فكيف تتعاون معها بشكل عام وحلو هذا الشيء يكون مؤلم بعض الأحيان تكون تحس تفاهم نفسك بس هل يكتشف أن أنت مل تفاهم ولا شيء تعال يا حبيبي نبدأ من السطر فحلو طيب إيش في مشروع ناوي تعمل السنري أو شيء كده ناوي تعمل أو أدف من أهدافك تبا تعملها متطلع لك نشوفها ميريب ان شاء عندي يعني خلال السنة التي فاتت أو السنة الثلاثة وعشرين هذه فكرت في مشروع يعني هو تقني بس يخدم صناعة الأفلال بحكم أن أنا جدا يعني غايص في الصناعة فأطلعت بفكرة كده عبارة عن خلينا نقول منصة بس يتواصل فيها صناعة الأفلال أكثر يقدروا يستفيدوا من خدمات بعض أو يستفيدوا من خبرات بعض أو حلو فهذا بديت فعليا سوينا بسنس بلان حقه وعلى الشيء الذي قدمناه على صندوق الثقافي ومنتظرين الرد منهم يمكن أن نأخذ منهم تمويل أو أو تسهيلات هذا بإذن الله سيبدأ فيه بدنة 24 ممكن على شهر أربعة أو خمسة سيكون بدين المرحلة الأولى أطلقتها البيتا فيرجين أو الميثي هذا من أكثر الأشياء يتحمس عليها الآن وغير طبعا الشغلي في MBC وما في مشروع واضح سيكون السنة الجاية بس متأم بأن فيه ثلاث مشاريع سيعمل عليها السنة الجاية حلو على موضوع المشاريع صفحة عامة قبل ما تخش في مشروع تسوى بناحية مادية تستثمر فيه أو أنك تحط فيه اللي يسمون تعرف فيه رحين مسمى يقول لك CRITERAL ON INVESTMENT ROI وفي ROE CRITERAL ON ENERGY أي يعني كم أنت ستحط كم أنت طاقة حطيت برا كم أنت سترجع لك قبل ما تخش في استثمار أو في شغل المزيد أي شيء واحد يكون داخلك أنت مقتنع فيه قبل ما تخش ما تضيع وقتك وفلوسك يعني صفحة عامة كدراسة للمشروع أو أي شيء من الشادة تفلترها قبل ما تدخل تهمني أكثر يعني يعني اهتمام أكثر من القيمة التي يمكن أن يقدمها هذا المشروع للإنسان بعيدا يعني أكيد المادة المادة مهمة وأنك عشان الاستمرارية كمان بس بس برضو لازم هذا شيء ما يكون يعني بزنس بحثة أو يعني بدون كده ترجع لعجلة الحياة أيوة يعني بدي شيء بالضبط بدي شيء باقي للإنساء المجتمعي حلو لأنه دائما لأنه البزنس لوحده هو ممكن ينجح وفيه بزنسات كثيرة الفلوس باحته تنجح بس تدافع المشاعر داخلها يخليك في النزلات تكمل صح فلو أنت بزنس صغير خليه يكون كده وبعد أن ما نريح يصير طب حلو طب جميل طيب طيب إيش لو نبغى نصيحة كده واحدة حلوة كده من المؤمن تنور فيها طريق الأجيال القادمة نصيحتي ستكون مشابهة مرة للي قالوا توم هانكس ودينير هو حاول دائما ترنكيله حاول دائما تأخذ الأمر بهدوء ولا توقف مكانك حاول بقدر الإمكان أنك تمشي كده ممكن يمكن أن أضيف لها شيء هذا من الأشياء التي تكلم فيها واحد من الأشخاص العميقين كان يقول الحياة هي بالطول والعرض هذا طول الحياة محقك عدد أيام عدد السنين التي تعيشها هذا الشيء بيد الله سبحانه وتعالى لكن أنت تستطيع تعيش الحياة من الأرض حيث تستطيع تعيش أكثر من حياة بأنك تعيش تجارب مختلفة كثيرة وفي الأشياء فهذا نصيحة تجارب مختلفة تصقل في أنتهاي الإنسان وفعليا تحسسك أنك عشت كثير يعني أنت مثلا عمر 60-70 سنة ولكن تحسس أنك عشت 140 سنة بالتجارب المختلفة من أنت تعيشها حلو هنا أثرته حلو في كتاب قريته يسمى The Power of One More قوة التجربة الثانية مثلا في الجم ستسوي ثمانية ربس بيساب ستسوي تسعة التاسعة هي ستسوي لك الكرف حق البيساب صح مكالمة واحدة في الشغل ستقفل المكتب جاءتك فكرة تقول لا بكرة سوي المكالمة هذه المكالمة ممكن تفتح لك باب جديد فدائما تجعل فيه لا تستسلم ولا تقول خلاصا مدام هذا شغلك وشي أنت تكبر وتبني The One More واللي حلو في الموضوع اللي قلته انه عيش الحياة بالعرض والجربة أكثر انه الحياة اليوم في 24 ساعة هو ايش يقول لك في واحدة من البراغرافز يقول لك انه فكر في يومك كأنه ثلاثة أيام في يوم واحد بدل ما تعيش أسبوع عيش ثلاثة سابيع في سقوع واحد كيف؟ يقول لك قسم يومك انه مثلا من الساعة 6 الصباح للساعة تقريبا 12 الظهر هذا لك انت لحياتك ووقتك انت الشخص ومن 12 لستة هذا في عملك للناس ومن 6 لتناش لتاني يوم هذا بين أسرتك وأهلك وأحبابك كده ما تكون قصرت معه ولا أحد تكون كفيت ووفيت وزي ما نقول اليوم انت كفيت ووفيت معانا وديتنا الهباسات كده رائعة خفيفة ظريفة زي ما انت في الحقيقة زي ما نشوفك بسكنا دائما اننا نعرف الكلام كيف يطلع منك ويركس في هذا الشيء واليوم طلعت لنا هو ونشكرك من القلب على وجودك معانا اليوم في طبقات بالعكسي أنا لا أشكرك عن الصلاة الرهيبة هذه والحوالة المطيفة حبيبي شكرا من القلب الحفظ